ما هي النسبة الحقيقية التي تقف وراء هذه التظاهرات؟ كثرة الآراء وكثرة الأسباب أو أبوح؟ أول شيء يعني هناك تراكمات عديدة في قيم كردوسان ليس فقط موضوع الطلبة يعني قد يكون اليوم الطلبة كان عدتهم مطالب بس بالأساس هناك أزمة اقتصادية الوضع السياسي ممستقر هناك مشاكل عديدة مثلا خصوصا ما حدث في قضاء وزج ناشطين وصحفيين في السجون بسبب تعليقات فكل هذه الأمور هناك تراكمات لسنوات سابقة رواية هذه التظاهرات شيئا؟ هذه التظاهرات الطلبة يريدون إعادة المنح المالية التي كان عدتهم لحد 2014 من 2014 تم استخطاع هذا المبلغ بسبب ظروف الاقتصادية في قيم كردستان وحكومة قيم كردستان كانت خلافات مع بغداد اليوم زالت هذه المشاكل حكومة الاتحادية ترسل موازنة إلى قيم كردستان وحكومة قيم كردستان تصدر النفط فبالتالي الطلبة يعرفون أنه اليوم الوضع الاقتصادي لحكومة قيم كردستان أفضل من 2014 و15 و16 فلهذا طالبوا بهذا الشيء لكن مع الأسف لا توجد استجابة لحد اليوم أقليم يقول موازنة دولة مركزية ما جاءت تصرف أنها هسا ما أدري أكو موازنة أكو مبلغ مخصص 200 مليار أتصور يتم إرساله إلى أقليم كردستان بشكل مستمر مستمر يعني حتى إذا يعني إحنا لدينا واردات في أقليم كردستان ممكن حكومة أقليم كردستان تعتمد على الواردات المحلية من ضمنها النفط فممكن أن تقوم بحل كل هذه الإشكالية إذا تريد تحلها لكن يبدو أنه لحد اللحظة حكومة أقليم كردستان غير مكترثة لمطالب المتظاهرين واليوم كان هناك تظاهرات في بعض المناطق في أقليم كردستان هل ستتوسع أكثر التظاهرات؟ يعني هم اليوم يعني صار لهم كم يوم غلقوا الجامعات يتصورون أنه بهذه الطريقة يقدرون يسيطرون على التظاهرات بس باعتقادي بمجرد ما أن يتم افتتاح الجامعات يعني يرجعون إلى التظاهرات خطرة بصراحة يعني طلبة طبقة المفروضة صعب هم دائما ما يبدؤون بهذه التظاهرات نروح إلى جنبة حقوق الإنسان برأيك هل تعاملت أو تم التعامل مع هذه التظاهرات سنقول بنقاط حقوق الإنسان شفت تعامل حقوق الإنسان بها لو كان هناك ما يسمى بالتعنيف ضد المتظاهرين شكرا لك أستاذ راد يعني ربما تتفق معيس السروة بقضية معينة أقليم كردستان أن الصورة المصدرة للعالم وحتى للمجتمع العراقي أن الأقليم أكثر انفتاحا الأقليم يعيش وضع اقتصادي ربما أكثر جودة خدمات مخدوم أكثر من باقي المحاطبات لكن أنت من تتغلغل بثنايا المجتمع الكردي راح تلقى أولا الشاب الكردي ما عنده متنفس ولا عنده فدباح اقتصادية متسعة علي ضغط ضغط العرف العشائري ضغط اشتراطات الزواج وما شابه ذلك لتكون بشكل جدا كبير حتى المشاريع أنت لا تصور المشاريع أغلبها ترى مو مستثمرين من الجانب الكردي هذه ظروف اقتصادية هذه ظروف اقتصادية أنا أتحدث عن حقوق الإنسان طبعا بالتأكيد قضية حقوق الإنسان اليوم الغاز المسيل للدموع كبح المتظاهرين مشكلة الحكومات تتوقع أن الجيل الضاهر تصرف مثل ما تصرف الجيل اللي قبل عشر سنوات أو قبل اثمع سنة أو جيل آبائنا واجدادنا هذا الجيل طبيعة التعاملوية إذا كان على المستوى الحكومي وحتى على المستوى المجتمعي العمف لا يجيب نتيجة ولا القوات يجيب نتيجة هذا الجيل هو جيل منفتح جيل هو ضمن جزء من قرية عالمية اليوم أصبحت بفضل السوشيال ميليا بالتأكيد تطلع على تجارب العالم تطلع على التجارب الديمقراطية بالتالي نعم سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه التظاهرات وإلا مطالبة طبيعية أنا لا أعتقد الطلبة خربة أو دمرة أو بناية أو حرقة وعلى الأقل حتى يتم التعامل حدثت حالات هنا حدثت خيالات حتى في هذه القضية حدثت تعرض للقوات الأمنية لكن لو كان هناك استيعاب بطريقة أفضل لهذه التظاهرات أنا لا أعتقد وصلت لهذا المستوى كما قالت الس السروة بطريقة أفضل